السلام عليكم يا ابطالة عاملين ايه يا رب دايما انت كونوا بالف خير وحشتوني جدا جدا. معكم احمد رفعت بدرس في الجامعة الامريكية في القاهرة. عاملين ايه وحشتوني جدا جدا. النهاردة بقى نتكلم عن المنح. النهاردة عندنا منحتين كويسين جدا جدا في مصر. كامل منحة كاملة شاملة كل حاجة. مصاريف سكنك. مصاريف التقديم. مصاريف السبع سنين اللي انت هتدرسهم في الجامعة. وكمان مصاريف كل حاجة حتى الباص. وكل حاجة من الجامعة. يعني ايه بقى الملحة دي? هنتكلم النهاردة عن منحتين. اول حاجة اول حاجة هتبقى طب بشري. تاني حاجة هتبقى هندسة بترول. يعني لو انت علم رياضة فانت متاح لك هندسة بترول. ولو انت علم علوم متاح لك بشري. طبعا بتوع دب ما يزعلوش لان ان شاء الله الحلقة الجاية هتكلم عن المنح كلها الخاصة بادبي واللي يعتبر هم لهم النصيب الكبير جدا جدا طلبة ادبي. فما تقلقوش ان شاء الله الحلقة الجاية بالزبط ان شاء الله. هتكلم عن المنح لادبي وان شاء الله بازن الله بازن الله. لازم ساعدكم كلكم انتو تحققوا حلمكم. سواء دخلتوها او لا. بس انا هكون معكم ان شاء الله. اشتركوا في قروب التليجرام لان بنزل على الحاجات كويسة جدا جدا. هتفيدكم ان شاء الله الفترة الجاية. فبدون اي مقدمات. يلا نخش بقى في الموضوع لطول. طبعا كلمت الفترة طبعا كلمت في حلقة عن المنح وازاي المنح بتقدم. ويعني ايه منحة ويعني ايه شروط المنح والكلام ده كله تكلمت عنه. بس هتكلم عنه تاني النبزة مختصرة. عشان في ناس ما فيمتش الفيديو اللي فائل. طبعا منحة زي ما اتكلمت ان هي حاجة مقدمة من رئيس جامعة. وبيديك حاجة مقابل ان انت تمنحه التفوق طول السنين اللي انت بتدريسها في الجامعة. يعني ما تاخدش منحة والاخر بتدبلر فيها والكلام ده كله. شروط الجامعة ايه? او شروط اللي الجامعة طلبها منك ايه? لازم اول حاجة ما يكونش معاك في البنك فيما يزيد عن خمسين الف جنيه. ولازم يكون والدك اه دخله متوسط. ولازم ما يكونش عندك بيوت عقارية. ده اهم حاجة. ما يبقاش عندك بيت عقاري. وما يبقاش عندك ارض عقارية. او عندك اراضي او ايا كان حاجة ممتلكات موجودة سواء اراضي او دهب او كلام من ده. الدهب فعلا في المصطح الحكومية بيظهر. الحاجات دي بتظهر فين? الحاجات دي تجي منين? او بالورقة ده انت بتجيبه ازاي? بتجيبه من شؤون الاجتماعية الخاصة بيك? وهنابقى نتكلم ان شاء الله في التليجرام عن الحاجات دي كلها. الوقت بقى فيه خلاص الجامعة اللي هي جامعة مصر اللي روم التكنولوجيا اللي هي في اكتوبر. نزلت او بدأت عن تنسيق المنح. وبدأت عن اول خطوة في المنح. وهي طب بشري وهنسيس بوترون. هنتكلم بقى ازاي عن الكلام ده كله? في لينك تحت في هتحملوه. وانا هكون معكم خطوة بخطوة ان شاء الله على التليجرام. يعني بازن الله انا هعمل فيديو وهي ينزل على التليجرام. بشرح لكم ازاي تسجلوا صح. واقول لكم خطوة بخطوة ازاي تسجلوا بياناتكم صح. وكمان ازاي تسجلوا بالطريقة اللي هم الجامعة حابين الطالب يسجل بها. ويقولوا الطالبة دي هنبدأ نفرزها اكتر. لان زي ما اتكلمت ان طبعا المنح ناس كتير جدا بتسجل فيه. بس مش كل الناس بتقدر تسجل في المنح بشكل كويس. ومش كل الناس بتقدر تستغل فترة ان هي قاعدة في البيت ما بتعملش حاجة. وقاعدة بتبكي وخلاص. وفيه منح بتقدم من جامعات كتير جدا جدا. احنا عايزين نستغل الفترة دي ان احنا نقدم في كزا ملحة بحيس ان ربنا يكتب لنا يا رب ملحة ان شاء الله ونخشها لان احنا ممكن لو احنا مظلومين وربنا بازن الله مش هسيب اي حد مظلوم غير ان هو لازم يكرمه. فاحنا نقدم في المنحة دي ان شاء الله واي منح تانية هتنزل هنقدم فيها بازن الله. بس انا من وجهة نظري افضل منحة بتقدم هي جامعة مصر. لان جامعة مصر جامعة صدقة. يعني ايه جامعة صدقة? انت طول ستبع السنين اللي انت بتدريسهم ما بتدفعش جنيه. في جامعات تانية بتبدأ تغير سياساتها للمنح. بعد اول سنة تاني سنة يقول لك هتدفع على نص المنحة تدفع على ربع منحة تدفع تمام مادتين. الكلام ده كله. واحنا مش هديني الكلام ده كله. فبازن الله انا هكلمكم على التليجرام بقى ازاي تسجلهم بالزبط وازاي تسجلوا صح. علشان بازن الله ربنا يوفقكم كده للمنح دي. وبازن الله وبازن الله لازم يكون طلبة من اللي تتفرج على فيديو ده. تكونها ان شاء الله ان شاء الله تقبل في منحة بازن الله. لانكم انتم تستاهلوا كل خير. تستاهلوا السعادة وتستاهلوا الفرح وتستاهلوا كل حاجة. لانكم انتم ابطال وكنتم قد التحدي. فان شاء الله انا اكون معكم على التليجرام بازن الله. اللي ما اشتركش انا سيب لكم اللينك في الديسكريبشن تاعة. وكمان الناس اللي هي فاهمة شروط المنح والكلام ده كله. ممكن تخش تسجل كده في اللينك على طول من غير ما تخش التليجرام او اي حاجة. تخش تسجل وان شاء الله هيجيلها على طول. بعد اسبق اعتقد واقول لك انت قابلت في المنح. وتعالى بقى الجامعة عشان نعمل معك انتروفيو. ونقول لك الورق المطلوب منك ايه. وان شاء الله ربنا هيوفقكم جميعا زي انا قلت انتم ابطال وقد التحدي. وبازن اللي ربنا هيكافئكم جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.